تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات مبادرة أحسن صاحب لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع والقضاء على عزلتهم الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر فعاليات المبادرة تضمنت إتاحة مساحات آمنة تم فيها تنفيذ أنشطة فنية متعددة وتستهدف الحملة الوصول لنحو عشرة ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الهمم وذلك بمشاركة عشرة آلاف متطوع